للحديث أكثر عن هذا الخبر التصادم بين العربات الروسية والأمريكية وهي عربة واحدة معنا من واشنطن وراسة تلفزيون سوريا شعبان عبود مرحبا بك كيف علقت وسائل الإعلام الأمريكية كيف تم التعليق من رسميين أمريكيين على هذا الخبر مساء الخير معاذ هذا الخبر ليس بالخبر العادي عدد من المسؤولين الأمريكيين علقوا لوسائل الإعلام الأمريكية حول الحادث على سبيل المثال في النقل المسؤول رفيع أن هذا الحادث أتى متعمدا من قبل القوات الروسية حادث التصادم بمعنى أن القوات الروسية المركبة الروسية استضمت عمدا بالمركبة الأمريكية ما أدى إلى إصابة نحو أربع جنود أمريكيين حالة الإصابة تشبه الارتجاج بالدماغ وتم نقلهم إلى مشفى قريب في المنطقة وأن الحادثة جرت في منطقة أمنية تخونت بها عادة القوات الأمريكية مع قوات سوريا الديمقراطية بتدريبات عتيادية لكن بنفس الوقت أيضا وسائل الإعلام أيضا تحدثت أن هذا الحادث استدعى اتصالات حدثه قبل أيام نحو قبل أقل من أسبوع استدعى اتصالات مباشرة بين هيئة رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات الأمريكية الجنرال مارك ميلي مع نظره الروسي تم الحديث مطولا حول هذه الحادثة وعلى أجواء التوتر التي تخيم على المنطقة حالة التوتر والاستضام بين القوافل العسكرية الروسية والأمريكية أيضا الحادثة استدعت اتصالا أو إجراء مكالمة هاتفية من قبل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع نظره الروسي سيرجي شويغو الحادثة إذن ليست بالحادثة الاعتيادية لأنها كما ذكرنا حسب مسؤولين أمريكيين حادثة متعمدة يقولون الجو في واشنطن يقول مسؤولون والصحافة أن هناك تعمد من موسكو طيب ثم ماذا؟ ما الذي يطالبون به أكثر؟ الحديث الذي تم تدوله في وسائل الإعلام الأمريكية حول ما جرى وحسب المسؤولين الأمريكيين فإن الوزير الدفاع الأمريكي وخلال مكالمته الهاتفية مع نظره الروسي ورئيس هيئة الأركان المشتركة أكدوا على ضرورة التزام روسيا باتفاقية التنسيق المتبادلة بين الجانبين المتعلقة بمنع حوادث الاستضام بسؤول عسكري أمريكي قال لأحد المواقع المقربة من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الروس مجبرون على الالتزام بمعرفة خارطة عمل القوات الأمريكية بمعنى أن الروس عليهم احترام تحركات القوات الأمريكية وعدم الاحترام لم يحترموا ولعلك حتى النظام بات يتجرع على الدوريات الأمريكية نعم معاذ هذه المسألة ليست بالنوايا الأمريكية ما يمكن للقوات الأمريكية أن تفعله لا أحد يستطيع التكهن به لكن المسألة ليست بهذه البساطة المنطقة مهمة القوات الروسية قوات النظام يحاولون تفزز القوات الأمريكية لكن القوات الأمريكية بكل تأكيد ستتعامل مع هذه المسائل مع هذه المواضيع لن تصمت عليها بمعنى أن لها طيقتها في الرد سواء من خلال الاتصالات الدبلوماسية أو من خلال التحرك على الأرض لكن يجب لا نستعجل ربما نرى في الأيام المقبلة طريقة ما أو ردا أمريكيا بالتأكيد سوف نتابع في الأيام القليلة القادمة هذا الحادث ونتائج وحادث جديد وقوي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا كنت معي مباشرة من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك